سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ده كلام مظهور بس نحط الخانون بتاعنا البروتوكول بتاعنا مش هنرجع له تاني نبدأ سواء أي شيء هنشتغله أنا محتاج للمعاية أتكلم على مم ده البداية خلاص دخال إنك فرحان جدا وطول الليل يا رب السيارات يا رب السيارات تحبوا حالة السيارات يدعوا عليك برجمة زي ما بيقولوا حالة السيارات الغلطة فيها بدور يعني خلاص زي محورة كلها الغلطة نبقى كمال خد بالك اللي بيختار السيارات ده هو داخل الإجزامنر وهو تعييب بموضوع السيارات وفرحان السيارات يا جماعة الغلطة غلطة قال ضد قصد إنت دخل في شغلته هو ورايح تنتهل فيها سكري قوي عارف لو نيرفي إنجليف والله الأمور أحلى يا دكتور بنخاف من نيرفي والله ما خالد توقّل على الله ويقرأ في النوبس كويس قوي واسألوا زمائلكم يقولك النار في كنا بلدخل نجيبكو المعرق والله العظيم يا جماعة حالة مقفولة البريكوز دي ندخل نجيب فول مارك مقفولة ليه؟ مع احترامنا للأسات ذا توقع تبتكر الأستاذ ذا جينيوس كده لدرجة إن نشتغل كل التخصصات مع بعضها لا طبعا ما بيش حد يشتغل كلها مين قال الكلام ده؟ مين فعر شو انت بتبقى ناهر في حاجة واحدة والباقي معلومات عامة فيها دخل لما تيجي تدخل نيرفي إنجليف ثلاث تربع القصر يعني ما بيشتغلوش الحاجات بيشتغلوها دا مرة حصل موقف طالد دخل امتحن حالة نيرفي فقال لي بيحتل بعد الامتحان يقول له دكتور وياس خال حال غريب قوي دكتور جي قال لهم يا جماعة ده نيرفي أنا مليش في النيرفي أنا ما بيشتغلش نيرفي حد غير يمتحنه لقص وقال لي جابه دكتور تاني امتحاني والحد الليل محال لطيف وطريف وخراجت يعني بالسلام هو دكتوري الأوليني انطباعي عنه إنه راجل أمين ولا راجل يعني 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 يقول كده ده أمين جدا يا جماعة ما هو قاعدل يسألها يا حاجة قوليلي برانسات الألنر يالله آه قلتي ما قلتيش هديك درجة وخلصة من شكل كده هاعرف انت كويسة ولا لا بالشبه ما ينفعش ما ينفعش كمان دي نقطة تانية ما تقولش أنا هذاكر المهم عشان أركض ونشل تبقى تنشل دي الطلب عليه عقليات غريبة إن شاء الله هدخل فيرويد يا عم انت جبت البركة دي من إيه ازيني أمارة الله مش لقيبة أمارة أصلا في الموضوع ده يعني جبت دي من إيه كمان تعالوا إيه الهافزة بقى حفظين اللعبة كوي تيجي تدخل آخر السنة ده خلطوا شورت كيسة تعال يا بقى قول صوت عالي مين عايز فيرويد سهلا تعال انت بقى نفسك فيرويد تعال الآن فيرويد بس انتوا ما تعرفوش ان بعد ما تخلط الامتحان على طف السرير ده كل سرير هيعكس معلو قدامه والله يا جماعة شوف لما تباواي في سيرول 45 وبتطمن قلبك على 45 ثانين صحر أنا غلطان تلاقي عال ألنر عامل لك كده كنت تبطلوا كده لهم يعمل إيه ايه متنكز كده متعايز عادت ايديان ليه ده ده عامل لك كده بتعرف انه ألنر نارد شوف بقى مكائك وانتشغال على الحيارة حاتبوها قالوا نياب تحبوا تيرول تحطوا قدامهم لمفا دينومتي العامل تحب بروطة تحطوا لهم حالك مش عارب ايه قدامهم انتالوا يحسبوها فبقيت داخل مغبر انت فاكر كده انك تدخل في الفراشة فتنقل كده على ايه ليه ده فيه ناس فاكره كده زي الأسلام زمان يقولوا انا امتحنت الاثنين تيرول شوف البيت شوف البيت وثبت ليه ده كالعباج المرتين ببيش غيره فاخدوا بان خضراتكم ومين الكلام بايا كل الحلال تتقفل ان شاء الله القانون بيقول ايه مين الاسم هاداكها لكم تسمعها ايه اللي فيها يا انا دكتور احنا عارفين الكلام ده اصور بس دكتور شريف التركي هو كده مرة يمضي مشروع شير صريطة على الطاق كتير اوه في موضوع شير ده عام من بدايتها شريف التركي يقولك ايه 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 قيمة اسم العيان وبعد ذلك النهاردة هنمالي مجموعة اسئلة اللي يحب يبدأ من دلوقت يبدأ اللي يحب يأخدها في الاخر انا عامل ورقة هماليها لها دفعنا ايه ايه انا اقول شريف التركي يبدأ يقولك ايه فالي ونين وصحيحة جماعي فايدة الاسم كمان الاسم ليه قلب وانت بتجربه يعني مفيش حاجة ماء ايه ام احمد مش عام ايه ام احمد ايه ام احمد دي ايه ام احمد دي اسمك ايه اسمك الاصلي وبناءا عليها جماعها النيم لوحده انت تقدر تصلع بيه دفلني كان ذاتا مش مخصص النيم لازم ثلاثي مفيش حاجة اسم دلع اسمك الحقيقي اللي في البطاقة اللي اتقبط بيه انت فاهمه؟ وابدأ ااخد الاسم ثلاثي هنا يقولك بانيو اثنين نكتب نمبر ون اللي عايز يقول حاجة يقول نمبر ون نكتب فايلينج يعني ايه فايلينج فايلات بنعمل فايلات يا جماعة حضرتك لما تيجي تعمل كده ادراسة او مصدر او حاجة وانت بتعملها احيانا بتحتاج بعض الكيسل فتاعتها بترجع لملفات الاصر والعيينج ثلاث اثماء خلاسية طبا فايلين رقم اثنين يقولك اه ثاندر اوف لايف يعني ايه ثاندر يعني مستوى العيشة بتاعتها هي تفرق معاك تفرق يا جماعة تفرق في طريق كلامي امت اولها يا مدام امت اولها عدد ستينت هتو فاهمين ولا لا انت على فكرة لو بقيت مهذب في كل الاوضاع مش هتكسب والله ما بهذب مرة بقول لها ايوة يا مدام يعني هايك الوجعة في تفرق ذاك بقاله وقدي ايه فلاقيت راجل اناس بصطة يا جماعة دوابين ولا تناس بصطة فلاقيت راجل جزه يا جماعة راجل كده واقعد كده يخط في الجنبية كده اولى بسيط زاد عناس اندروير يعني انسان ما بصطة مش هتكسبين ولا لأ بصيح ومسك كده واقعد كده ايه يعني قطع كشف بقى وعند السبسوره بتاعه فبس قال ابو لها يا مدام تدرك اخبار الوجع عاملة ساي ليس راجل بيبصلي كده واعطاف جدا قالي ازكتر مدام ايه دي امراضي مدام ايه دي امراضي طب اتعامه ايه مفيش وقت الكلام ده صحنا انا غلطان انا برضا عن هذا خلق يبقى ايه اقعد يا وليه انت كده يعني خلينا نخلق صح اللي انا غلطان طب بالتالي الاسم يفرق اسم يفرق ازاي لما جيك واحدة تولا اسمك ايه تولك كيداهم ايوه مدام بقول حاجة اسمك كيداهم هم مين اللي كيداهم حضرتك اسمك اسمها كيداهم يا جماعة شوف يستموا اكل غريبة ازاي يبقى انت عرفت انك يداهم دي اكيد يعني حاجة صح اللي انا غلطان غير واحدة تانية اسمك ايه لولا لولا دي ما هنفعش اسألها دي الا عادية صح اللي انا غلطان لولا طب اذا كان الاسم لولا طب والدلع لا الدلع اقولك ما اقولك بيه يعني يا سبحان الله بس على الاقل انا بقيت ساهم اللي قدين انا هاخد شي تعامل ازاي ما يمتعش يا جماعة والله بمعنى بمعنى الانستندر اوف لايز يفرق معاك مثلا وانت عايز تتقالها عن البوليوريا عايز تتقال ستة ع البوليوريا ما ينفعك تقول لها ايه تقول الستة البسيطة دي البوابة اللي عادت كده حضرتك بتعملي بيبي كم مرة تقولك بيبي اما ده كثرة صحية بيبي بكثرة بيبي مولد الصبح بقيت احنا مولد الصبح يا جميع لا ده احنا نلفت كده ونلفت الدول يا دي بسامل لا وبناء العليم انفعشة والله بيبي بيبي ايه وتقولها بيبي بأهلي حضرتك ايه العلم دي انا وقيت السكو بتناخدش ايه وبالتاني لما تيجي تتقالها ما ينفعش لازم تلاقي ايه اخبار تطيرة المية يعني انت فيها موصلة كده بالكلمة نصر ايه لترمية مش بيبيه وبرضو خلي عندك دم وذوق ما انفعش زهلة تقولك اسمي لولا وتلاقي شعراء هدى كده كميش وعرف انت العلم تمشي تكك 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 وتبتبعت في العيادة وتقول ايه دكتر 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 بيه تعبانا تعب خلاص يا ماما بقى قومي بقى كمتلنة تعبانيه مش بهمه يا قلم انت عفق مش مش gorgeous قم اي قم طغير وبناء عليه دكتورشي بزيكي مغنطشي لما يقولك يا فايدة الاسم number one number two standard of life number three relation ديانتي هو الاسم بيت ينطبعا ديانتي اه طبعا ازاي ما ينفعش يا جماعة مثلا اخي يقولك اسم ايه اسمي بطوروس مخايل شكرا بينا يبقى معروف ديانتي ينفعش ايجي عندي ده وقوله ايه قللي بقى حاجة بطوروس لما بطورت جمعة وطورت لايك كحة جديد ولا كحة ايه لما بطورك كده يعني بطوروه يعني حاجة كمان بالي افليم يقولك doctor patient relationship جميل اوي انك دايما تنادي عيانك باسمه يحب اول موضوع ده اوي لما تبقى ري اسمه كده وضارب عينك في الكشف بتاعه اهي والحج محمد بس قاله محمد ايه شوف كل ما تقوله وحج محمد بقى شغال ايه يقولك الله ده الدكتور حفظ اسمي وطباقك يا جماعة بيحبوكهم جدا يعني عايز اقولك انتو ليكم بريتيج عالي جدا من فوق ما انتو متخيلينه انتو يمكن الكلية ساحبته انتو فاهمينو او لا يعني انتو مش حاجز ببريتيج غالق في الجامعة انتو حولا انا غلطات مش موام اعلقك يا البجامعة ده عامله زي الحياة زوجية انتو فاهمين ولا لا بريتيج السحق ااااااا نتطمييش غلط لكن ما ينقش انه بيكبرد فيش العين يا جماعنا ميجوعك ده عارف انه دام دكتور يعني اترط عليه دم اهل اهله فاق الله اهله بيتمهرج والله دكتور بدرجة بيبقاعك كده انت بالنسباله الدكتور النظيف قوي اللي مستحمي كل ثلاث دقايق عارل لسا اتعادلين؟ وما مفهموش انه اقنا باشر يعني وبالتايت ايه حتى وبتكلم معاك والله يا جماعة نفسه هينط على المسا بيكلمك يعني ايه ده يا حج نعمل حجي انتا فيه عشان اخب الشيط وطوله يا حجي معلشه عشان ازرط طوله يا جماعة بحيتهم قادرة ده بعيدين معلش حجي متقربش من وشه علشان انا عندي انفلوانزة دجاج ومساعد احتراج طيح ان انا غلطيبان ايه برضو يبقى ادف طيب يبقى حضرتك اخر واحدة من الفاليو دكتور بيشل جميل قوي تقوله يا حجي محمد شغل ايه حجي لا تكتبش قوي كلام ده معه جوابنا السؤال بتاع دكتور شريل سيركي ايه فاليونيم على عيان بتاخد منه شي القوانين دي مش هتتقاش داني ابدا الاج سنه كم سنه خد سنه طب هدفر هيسرق سنه خدوا بالك يا جماعة انا مش بخاطب حجي تدين انا بخاطب طلبة كانوا عندنا من اول سنه يعني لما برقلك كده واقوللك سيرويت اجتهد معايا شوية انا بأخذ سن العيان تلاتين سنه هو ان رقم ورجيني طب من الامراض اللي تطلع سيرويت من هشرين لثلاثين مين تاجر برايمريتوكس طب ومين ثلاثين خمسين سيرويتوكس طب مين اكثر للخمسين ماليجنس طب مين اين اينش سنب النوضي الارجويتر دكتور احنا عجينا كم سيرويتوكس مكتوبة انا النهاردة بديك قيمة الايجي للعيان لما يجي في الايجي في البريث مين الامراض اللي تطلع افتر فيبرتي بفور مينووض في الفترة ليه فيبرو أدينوزم مين الامراض اللي تطلع في السبتات مين فتاتـعشرين تلاثين سنه فيبرو أدينوما هارف에 مين 30-40 صف؟ أو ضكت؟ بابلوما تطلع في السبت تلاثين اعبعين مين الامراض تطلع اربعين سکتين؟ ملايجنس مين الامراض اللي تطلع اكثر مين الامراض تطلع الإيني ايج؟ تروما مين الامراض تطلع ف moment كونج socket مين الامراض اللي تطلع المصطيتس والأكسس إذا أنا جماعة سن فرق الدكتور اللي هم بيقول لك حالتك إيه؟ حالة بريث most probably كذا قول الشيء ثلاثين سنة ثلاثين سنة تبتكر الأمراض اللي تيجي في ثلاثين سنة أوعى تكون شخصت كنسر منتليك حدود أوعى كوني تبتريكي ستين سنة وراحت تولدي بعد بص مينوبوزا وتروفت شخص لي إن عندها فايبرادينوزا ده بيتخلل معاك على الإيج وحضرتك ولا انت هنا أنا قلت السن وخلاص لا يا جماعة يعني كإنك لازم تكون مذاكر النظر وعمل فريشة ده جزر الإيج أنا مش أقول أكثر من كده لإن لكو معايا محطة محطة وكل محطة هنذكر الإيج سفري هوا يا جماعة دكتورة تقول له ثلاثين سنة ولا إيه الأمراض اللي تتسع في السن ده تقول له ما قدامك أوه وفي دكتورة تقول له ثلاثين سنة يعني ثلاثين سنة كإنها واقدر منها جيل رايح جيل وهو عايز يقلم الدكتور مالك مال ايش سيكس مال في مال يعني فحيح في أمراض هناخدها مال أولي ذا بريكوسيل وهايدروفيل وفي أمراض هناخدها مال في مال ساي السايرويل وأبعارف إن الساكتك كمان مع البيلين والكانسر كمان يعني أعارف الحاجات دي يبقى مال ولا في مال تفرق في إيه تفرق في إيه تفرق إن الإحصائياته تفرق عندي دلوقتي قول لي مال لو بكلم على بريكوسيل لو بكلمت حالات بريكسي بقول لي ايه قول لي في ميه شغالية يا غبرة بيضة والله الكلام ده لما كنت بديه في السرم الأول كان معترضة مش فالي ما عرفيش حاجة والموضوع بعد شهرين فيه متحان ومهما كان مش تتطول شيء لا المهاردة انت بشتاب عالي معاك المفترض إنه مش معظم والله ما بهذر المفترض إن كل اللي قاعدين مخلصين جنرال ترجي واللي مش مخلص جنرال ترجي جنرال وشغلات جو ايتيلي ومين دول يعرف إنه عامل دفكت جدير قوي السنادي وبخوفه أبا خوفه وبرعبه وبقول له الحقيقة مش تترمي الأولان الفرحان بالبطنة اللي كان فيها ذاكري جراحة لما هحرق نفسي لوين دول هتحرق نفسي خلص جنرال؟ طب الربنا معاك مش هزار كإنه بقول لي بسوع الجراحة الراوين دي اللي فات اللي بدين بطنة اللي هو غالبا مش حد النهاردة منهم إياه كإنه بقولهم لو ما خلصوش على القل كارديوروجي وشيف طيبوا بتهرجوا أنا بكحور ده المين؟ مواجه للشغال دلوقتي بطنة طبعاً كان مضبوط جراحة لكن كان لازم يخلص حاجة عشان دلوقتي الناس كلها يا جماعة ده كلها شهر وكل سنوات وطيبين الحاجات البارا ليلي كان والبارا كله لي كان شهرين؟ وأوخيبيسة نيم ايه دي سيكتي أوخيبيسة؟ شغال ايه؟ والله يا جماعة لو شغال شياني يبقى نبقى باري معلمين؟ لو شغال فيوك فترة طويلة باريكوز فين ايه كانان قوله؟ لو شغال ايه؟ لو شغال فرام ومتعرض لدرجة حرارة عالية ذري كثير او ثواب ذري كثير بقى بيهنته فارمر يبقى برجع على البنهارديزيس وعلاقته بقى بالبدأ تفري أكوردي معلش انا هاشيك مش هدد العلم كله قاعدة فالنهاردة صنحوني هكون رشجاي حفيتين محاضراتي يقولها كده رجزن ساكن فيه الانديمج ديزيز انا عندي مرض الانديمج من الفلاريا رشيد وضمياض الجيزة صح البابة دي دي اماعظم الاماكن الفئة ايه الفلاري محافظة ستة اكتوبر عشان بقت محافظة ومحافظة حلوان بقت محافظة يعني محافظة طيب ده انديمج طيب انديمج ايه يا للجايفر اهل مناطق الفئة ايدي دي فاشنسي زي ايه سيوم وحد سيوة دكتور دكتور ماعليش بس احنا مش رحين نكتب اللي بتقوله ما النوع تكتب اللي بقوله الا لما اقول لك الحاجة الوحيدة بس اللي تكتبها السؤال دكتورش ليه تركي لنوش عالي في النوط اثر وايه ما النوع ليه يعني مش لما ناخد حالة حالة وكل حالة هتلاقي انا كاتب لك ايه البورط فيها بس النهاردة كواحد بيبدأ بيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لازم مع بعضنا جماعة ما اكتب كده معلومات ما عاكمش بس مارسة للسيطة متجوز ولا مش متجوز والسؤال ده انا مش بسأله كده يعني ايه ها بالمرة لا لو حالتي عنده بريكو تيل اشوكة اوليجو سبيرنيا اشوكة حالات حالات بيجينهم يجينهم يجينهم ولو ستات يجينهم مينتز يبقى انا لما بسأل السؤال انت متجوز ولا لا اه متجوز متجوز مكلب الكلام ده يفري ده بيه ناس كده اخد الشيط كده متجوز ينبسط في الارض وعمل كده يا ابني ايه الاجابة الخيبة دي متجوز ده السؤال خيب فيه واحد ما اعرفش متجوز ولا لا ايه ده يا عائلة وهو بصص لك كده وبصص في الارض قوله يا ابني انا كده هبتدي اقلق صح لانا غلطان السبونس بتاع حضرتك يقلي بس قالك متجوز البط في الارض يقول لي ايه لا ايه دكتور ايه لا ايه دكتور بيت فارك حكيلي حكيلي ويفدق يحكيلك بقى على مشاكل والأوليبوسفيرميا وعيلتها وعيلت ان كل يوم يتصلوا جميلة تالو حصل خط العائلة الناس بيه الهبت تفرق؟ ياس فتفرق في يدي كمان الهبت السموكينج وبيني وبينك بلدنا بلد سموكينج بس مش بلد الكحل اول هنسأل على الالكحل بس هنسأل على الالكحل يعني لما شغل مثلا للمفومة خورشيكين للمفومة لأي الالكحل ليها دوما زي الالكحل ليها دوما بنتعيكها بالضوضة بين أبتايته في خورشيكين هتعرفوها لما يبقى اسكينيا وبيشرب الكحول أبعارفني دي حاجة حلوة انا وحشة مع الاسمت حاجة حلوة ليه؟ هتقل بروف الكولاتران سيركليشن صحنا يا غلطات؟ والله كنت بشوف أسازها كده كنت بأعرض مع أسازها بطارك عليهم هم ببشتغلوا كده يعني يابن سالما شالك الكحول وسالما في النار في النار يبقى زود منها حبتين هتلاك الكولاتران فتح الكده والدنيا اتغيروا لكن ما روحش يقول لها الواحد خده بروفيلاكسيك صحنا الله ببسوع خده عشان ما يجلقش الأمر انتو بهمين يا جمان؟ طعب عشان كده يقولك طيب اسأل على الهبس كلوكو فرحمين نو هادر الهبس وثميليكان كورسن تابت علي ايه؟ عالتا جاية يمسألك يقولك ايه هادر اوفيس موك ايه هادر اوفيس موك ايه مشاكل التبعين؟ يانهرب يا فراج بقى في ردود في طالب قال له ايه؟ قال له هرنية قال له ايه؟ قال له هرنية قال له الثجائر تعمل هرنية؟ انت جاثة والله دكتور مسك علد الثجائر وصبب ما انا بدخن يادنا هو معنى فيش هرنية اعلى بالثجائر تعمل كورنيككا والكورنيككا لو ويك مثين كاين جايز تعمله هرنية يعنى ايه المعادلة ما تجيش ابدا كدت هرنية اتبت علي دي؟ طعب هرنية ايه؟ فبالتاني بعدي سؤال نجاوب عندكم وراء في الحصالة ايه الاهاثرد اخسر في التدخين فنبدأ كلام من الكمون كيسة على الكارديفاسكلر قولوا حاجة أتريسكليروز أنجاينة البينطبق ومايكاردال امبارشا خيرو على الطمك سيستيقلطر ريسكو كانزر عشاست لانك برونكيجيني الكارتينومة او برونكيا الكارتينومة ايه تاني؟ ها؟ لو واحدة بريجنة قولوا دكتور بيعمل بريماتيور بريتر او بيقادي لحاجة اسمها بلافينتا بريفيا لحاجة متذكت بلافينتا بريفيا الهاثردو في السموكينج يا جماعة لما توقع طولة للدكتور هو عارف انك بتجمعها من الصد عشان كده بيستا جايت كالناس يمسأل عنها صحا انا بالضغط معلش عارفوكو ما تمنعوش المحاضرة قوي لان عارف اللي بيقول كله عارفة عارفة بس دائما بنقول ايه؟ بنحط القوانين لانتوا هتقابلوا ناس عجب يا جماعة ناس عجب وناس المنتلف بتاعتهم مش موجودة والله ما تهضر واحد تاخد منه الشيط كده اسمك ايه؟ هاريدي محمد هاريدي هو دي سمع اسمك قول لي يا بابا انت بقى ايه بتاخد الشيط فتتاله اسمك هاريدي محمد هاريدي طيب الجنس بمارسو عشر مرات بليون ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا حاجة ما اقصدش اقصدش راجل ولا ست ايه اللي بلى ايه يقول دهك؟ ياه ياه طب اقول ايه؟ حظ ان الله نعمل اخراج مش فهمه الراجل بدين اعطر البيت وانيش فهمه طيب مين يا جماعة خلاة مننزل المستوى العقلي عشان نبحم يا جماعة اخراج تشير حضر يا دكتور فهمنا البرتنا الهيبتري ودي ما قدامنا الحدودة الكمبلين شارك وتعيني نطير عينها البيكت ايه؟ مات زائد اوناق سبين يالله ياعمل لو بتتكلم على بريست خدوا لكم برحمة ضمن ايه؟ بريست مات؟ بحرم يا بدي ابدو من الملك حتى الفريكوز منطب السولين في المعبودة في اللواء في للمة هي اللي هيقبلك مش مات ايه؟ الاصف وين الكنية؟ لينفومة منطب السولين في الاناتومي كان سايته في لينفومة نكمل ده القانون خد من العيان انطب كورسي ديريشن ان فين كده يسمو كومبليمت بعد كده فارسة افكتت بعد كده عادة فارس انا بخط القوانين اللي هنمش بيه على طول ده الاسكادو البداي انطب كورسي ديريشن بدأنا بالانطب شوك يا دكتور لما تبقى واقف كده في الكيس وفرحة قصيرة ويجير رب السوقين تقول لي ليه وروح لي ناب السوق يا دكتور سيرويس يا دكتور سيرويس خلاص يا ابنة غريبة نكونش سيرويس بس عيسا لما فيه جواب للعيان الانطب ده ممكن يقف معاك ايه الانطب؟ برضو شريف السركة يا جماعة عايش في الحدوثة كده يعني ده برضو تركيز مستاذ ببطور شريف السركة جلمني على الانطب ومعلوماتك عنه مين يارب انواع انطب؟ يلا اقولوا بعد بيه طاضي وفيه أكيوز وفيه جراديوال قبل جراديوال هحط حاجة عشان دكتور شريف سيرويس صاد أكيوز هحطها كده بغير قبل صاد أكيوز صاد أكيوز جراديوال فيه حاجة اسمها انسيليس 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 ايه ده بقى؟ ما عايدين لكم خصوصا بيني وبينكو انت لو نفتوا للعيان واخذتوا من كلمات وخطيتوا الشيء تبقى مصيبة ليه؟ ممكن واحد يقولك ايه؟ هيتعمل حاجة شغال ايه؟ شغال مدرس لغة عربية اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا قولي حضرتك انت تقول شغال مدرس هارت حضرت اكتشفت المرض ازاي؟ شوف يا جماعة بقى لغة عربية يقول لك لقد اكتشفت المرض بصورة حاسدة وانت فرحان اهلا قول لك ده حاسة ميش حاجة مع حاسة ومنفرجة القانون بيقول كنه ان التزن مع الهيمة تومز وتروما يعني لو بتشاي تشيط ركثر أورجن عيش في التزن براحفة لكن ما تبقاش اي حالة تانية وانت اقتزن فجأة اكتشفت فجأة اكتشفت فجأة يعني ما ينفعش فجأة بالنسبالك دي بالنسبالي انا مش فجأة ماينفعش الصادن تتقال غير على هماتومة وثروما طب انا النهاردة هشتغل ثروما هماتومة انا المحاضرة الجاية عنوانها ايه لو بطيته في الجدول واللي معموش كابي بايخدها المرة جاء انا اشتغل هين حد جاي لو لين عمر لايبوما ودرمويت كيس وبرست كيس يعني انشغالين سوينجا هون ركز على اثنين دول انا بحكي النهاردة عمرت الصادن det light يبا ما ينفعش ا روح حط صادن حتا لو العمق علي فجأة ملنفعش طب واكيوت مع النفلاماجن انا عارف ان الدرماين او الليبوما ماش انفلاماجن دي بنائمث يومienen او بنائم ليشن عارف ان الarette أكيوت انفلاميشن أكيوت مصايتس مجيش في الامتحانات لأن الأكيوت مصايتس تتعلاجها كتفلام وتروح ولو قلب يتأبتد قبل دلوقتي دون تويت فالكيوشن ونضبه ولو بقت كورونيك تجيلي في الامتحان بس لو جاتلي في الامتحان كورونيك ما بقاش ينفع أقول عليها أكيوت قومتس تاهمين يا جماعة؟ يا جماعة الله يكريمكم أنا أقول الكلام عشان مكيش حد عليهم أكيوت شيت من أولا ما هو واضح أكيوت أربوكم طاب أكيوت من الواضح إنها لمتد فوض طاب أكيوت يو هقول لكم إيه دكتور شريف قالها جرادوال انتيريوس يعني إيه جرادوال؟ جرادوال الباقي كله قول جرادوال جرادوال كل حاجة أقول جرادوال طب إيه موضوع انتيريوس ده في الصورة خاصة؟ انتيريوس دي دايما أن يقول لك مات أنتبه في مات أو بقالك مات ليجل أنتبه في ليجل يعني إيه؟ أقول لحضرتك أنتوا جراحين بقى دلوقتي ومعنا جراحة لا صاحا دي معنا العيال اللي عنده ثمبل نوضلر جايزة مش ممكن إيه للتوكسك؟ يمسع ولا لأ؟ يعني أخذ الشيت هتلاقي العياله وانتبتاخد الشيت وبتقول له إيه؟ حضرتك الكالكوعة دي الظهرة بلها دي يقولك بلها على أكتب سنين طب وامتب بلقة التوكسيزة تتبن على حضرتك؟ يقولك بلقة التبن من سنة واحدة الله طب الانتب بتاع دي يدي دلوقتي الانتب ده بقى بقى انسيدياس انسيدياس يعني تركب على مرض قريدي موجود عنده فهمين معنى كلمة انسيدياس انتب؟ النهاردة لما عارف ان البيل هارزيزة وبلادر تقلب كارسينومة يبقى ايه الانتب أوف كانسر بلادر عارفنا النهاردة حصل عيه؟ انسيدياس انسيدياس انتب يعني ايه؟ يعني يا بيبي يتكلمني عن انه بتطير دم بس النهاردة لذات في الموضوع اللي بقى حصل بحرقان وفيه شغل تلبول سلع كانسر لما عملنا المنظر انسيدياس لي انسيدياس لي يعني على مرض اخر تهمين المعنى؟ عشان كده هاد انتبقى تتكلمين تتكلم عن مين؟ secondary toxic ممكن الوحيد اللي يبقى انسيدياس صح؟ للي secondary toxic second one secondary toxic secondary 이� рус brid чет ايوه كده شبك شها اهد مراه احصل الانتب حالت انا خلقت القانصة وتعليقات دكتور شريف تركي ليه رأيه آخر بس معلش ما احترمنا يا جماعة رأيه مش براكتكال واشنا شغالين على الحلاف اكتبوا بقى معنا يلا كده دكتور شريف تركي بيقول الطاطن يتاوي عشان لو سألك قوله الطاطن بيتاوي منت توانهور انتوا هتكتبوا خد بالكو كلاياتي منت توانهور ده طاطن الأكيوت يقولك توانهور 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 طاطن انا بدأت توانهور اكيوت بعد كده اه اللي صادت الاكيوت قلت لا دهةؤور توادي بعد كده عندي الطاب اكيوت وحطها علها هنا عشان نكتب سوا داستوانويك الجرادوال ده الكلام اللي قاله الأستاذ التورشي يفتركي راجل محترم وكلام محترم بس بعديدنا حضراتكم ما نفعش استخدامه ما نفعش اروح اقول له اكتشفته من الأسبوع لأيام ولا ايام لشهور ولا شهور لسين ولا ينفع ينفع لكن لكن كعلم ما نقدرش نختلف مع الأستاذ التورشي انا خلصت الانفت يا جماعة يلا الشيء الكورس انفت الكورس and duration ايه الكورس ايه معلوماتكم عن الكورس الكورس ممكن يقول خليكم معايا تشنري يعني فضلت زي ما هي او بيزيل بالتجريج اسمع ايه او بيزيل بالتجريج اسمع ايه رجع رتب هكمل بعد شوية بصوا بقا معايا لو ده بيزيل بالتجريج بيزيل بالتجريج ده مع ايه الكورس كورس رجريجي فيبروزز بيقلل حجمها انا معنديش حالات اكتير انفلا بيزيل كتير داخل الكلينكا لما على الشرغ بس تدعاء اتنا رجريجي سيشنري البابي زي مين لابوبة تب خذ شيت لابوبون من ثلاث وشفر يلا لابوبون من ثلاث وشفر ده كنتشي نصار تاني? ثري منتر باي باي ايه باي جراديو الانسر الان المترجمات مبقاش في فن طب ممكن ان ادي ملحوظة صغيرة؟ احياناً العين الي جاده لبومة ده ييلي يقولك ايه يا دكتور انا عندي لبومة طلعت من ثلاثة تشوه اول شهرين كانت بزيت بالتدريج وبعد كده اخر شهر طلت تحجمه تعرفوا تقلوها؟ يلا The condition started three months, by, by graduate, and, and the progressive course for the first two months later on, as the stationary course. إبقى الجماعة الكلام قرضنا. ما بقاش فيه مشكلة. تمحوني معلش أول حضرة تهيلة. بنقول قوانين. ده البروتوكول الشفر. في عام بقتين إطرافة وإنه وإنه. حيث المثل الصلاعيات بديك. بديك التدريب ولا بديك. إيه اللي في التدريب؟ ولا نفح أجمعها يوم يقولك إيه؟ لا دا ولا دا ولا دا. قمال إيه؟ لك لمواصلة بتدخل وبتخرج. بتدخل وبتخرج. طب بتدخل وبتخرج؟ طب إيه بتدخل وبتخرج دي؟ طب طبعا إيه طبعا معناها؟ intermittent course. يعني إيه intermittent course؟ تدخل وتخرج. طب بصر ليه مع مع ميني؟ مع هيرنية. مع الهيرنية. يلا هيرنية من ثلاثة وشفر. The condition starts in three months. باي. ما تختار أو ليه؟ gradual. and. and intermittent course. خلطت ولا لأ يا جناعة؟ ما ينفعش حد يعود يقلب. Progrative لما يكوح. Regressive لما ينام. جبت الكلام دا من إيه؟ intermittent. طيب. عندنا حاجة إسمائها. remission and exacerbation course. عرفين دي تتقل بس على مين؟ عالتوكسيسيتي. يعني لوحنا عنده toxic goiter. وبعلق عالتوكسيسيتي. الراجل دا مش نربط على طول. الراجل دا بجيء ويعمل. ويعمل. أذكر دي. ماشي عالدوات؟ خلط. مش ماشي عالدوات توكسيسيتي عالية. فحكاية remission and exacerbation course. ممكن تسمعوها مع التوكسيسيتي. بمعنى. يلا ناخد شيء. primary toxic goiter. قربنا هم. قربوا. تحملوني. دايما للأساس بايخ. ب нравится كده وطراب وعبار. في بص tutto ما هناك ب pumpingك بناء جميل وشيك ولاطيف و بانكلة. يلا خدوا التيراين يا جماعة شان ما نوعها بش. primary toxic primary. حفتتك primary toxic . tried to showb Eurochemistry algorithm. Andersen, ال اونسل خاتج رديوه طب والكورس كيف بغضرانتك بودرينيشان اندى انتشافيشان كورس طب ونو اجب انتشافيشان كورس طب والكورس درينيشان اندى انتشافيشان كورس بشت؟ بلا لنواناتشي ولنهات يارب طيب بيند ايه ديها توصورتي خلت قبق تتقلها بسألها على النسوي ال ال ا النمبر يلا قوانيننا النهاردة النمبر تخارق الواحد ملوقه يعني السعب كثرت وخدت له الشيء وخدت البنت ايه النمبر كم كثت اتنين يعني الاذاذة والاستيج كده تقريبا رفت لأي حد قبل كده تصنع حالك قبل مجيزك لا بص الايه دي بقى مينفعش طبعا نجيل على جسمنا لان اكسشيتي لامفنوز مع مرضين باس يا اما المرض اللي قدامك بحديك بطول فرم تنضر لامفنوز يا اما المرض اللي قدامك يبقى ومصلوب من حضراتكو يا ده يا ده يا ولا حاجة مش فاهمك اسمع يا عم طالب جابكو الماركي ازاي والله دي جاد كده عيانكو اننا بنرجعوا ليه في الامتحية من الوقت محمد عبدو ده اللي هتلاقوه جاي بيلمي الفنوز في النوم يا راجل مرائي عنده يجدو سالموس الراجل ده برايبر توفت الجويتر توفت الجويتر يبقى معالي الفنوز رضوا توفت الجويتر معالي الفنوز يبقى معالي الفنوز الراجل ده بنفحصه ليلتها ليهنا عنده لينفنوز وفيرمو تندر ايه محمد ايه اللي جرالك والله يا دكتور عسلانا حاشي ديرت من يومين خفتت يا جماعة والله يقلت له يا جماعة اللي يدخل بكرة يقول فيرمو تندر وما يقلقش ويقول للدكتور لما سألتوا ليه قال لي عشان حاشي ديرت ويهده درينينج إيريا دكتور وفي نفس الوقت درينينج إيريا للسيرويد بس هو ملوش علاقة بالسيرويد وأكبر دليل أكده لحضرتك اللي ملوش علاقة بالسيرويد ان السيرويد بلقى ديه بحمد بلقى ثلاث سنين والغذر ديه بلقى ديه كالكوعة دي صح؟ مش يمكن قلب الانفلاميشن ده الطالب التافه اللي يقول كده لأنه ده معنا كلامك إن حضرتك بتقول من مشاكل انه يجب انفلاميشن انت جبت الطب ده منيه؟ فاهمين يا جماعة؟ ايهو عدوك قرسلة؟ في ناس ما تقولش حاجة برد منها شايفاها وفي ناس تقولها وهي فاهمة ليه؟ وفي ناس تقولها وتفسي ليه؟ يا خراش على آخر معدد؟ ده اللي يجننها يعني توكسي كيالي بانفلاميشن قوي بيه؟ شاطر يا ابني شاطر خدو باتكم لما الأستاذ يقول لك شاطر أعرف إن فيه مفتيبة وإنت فرحان شاطر وبيحفرنك والله بيحفرنك وإنت داخل الحفرة كده أنا شاطر وديك وبينك 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 فيه تبقى بقى ما عاربش في جوان مين؟ ده من غير مذاكر والله عاربين بيهو شاطر لذلك لو أريد زيوها بلد زينا هون ده اللي يدوبة تلك المتحان أريد كلمتلك؟ قوي بيهو شاطر ويبدأ يرجم بقى السراب عليك بقى يبدأ لقتلك تمزل عليك بقى قول لي أغني يا جينيا فنتا قول لي كم في المية الكلام ده يا صاح؟ لقي لابتك عندنا شغول حزيزك من 35 شاطر يا ابني جاك والله يا جماعة المصيبة طبعا للإنسانة بعتده ما خلاص أتكمل تولي والمصيبة الأكبر إنك تكمل والمصيبة الأكبر وأكبر إنه قولك جايب الكلام الكبير ده منين؟ حزيزك من وقل متولي حزيزك حزيزك من وقل متولي حزيزك من وقل متولي ما هو طعبا لازم يقول كده إذا كنت هكشت كده يبقى فعلا معك يا جماعة خدوا بالك إتنا مش عايزين نتهم أكتر من كده بقى عيبا مش عايزين كده ما تمزكوش الايه؟ قسشيت اللي مفنوت قل بيه فيين؟ بتوجع ولا متوجعش؟ خدوا بالك ما فيش حاجة ما هتوجع ولا متوجعش بمزاجه ما فيش حاجة ما مزاجه؟ ده مين؟ توجع ولا متوجعش حسب الطب والعلم إزاي؟ حاجة يقدر يقول لي إنت تيروي توجع؟ حضرتك لو همرجنسس طب همرجنسس تيجي طوال؟ تيجي يا أوس انت حالة؟ ليه؟ أو تيروديسل توجع أو كارتينومة توجع شفت انتعارف مين؟ داخل سنبد جايتر داخل سنبد ناضلر جايتر لو داخل سنبد ناضلر جايتر لو داخل سنبد ناضلر يوجع يمتعر سيوجع يبقى متوجعش يبقى تروي تقول لها حضرتك لمس تنois طيب غرة العلم بيمثل كده؟ والإيه بيتن وجعني ويدوث عليه يعمل كده؟ يا أخي يمكن يجي بتحط يدك على لعاباتها عشان تشوف سبيتر انكسفت عملت الحركة كده يمكن إيدك تقعة طحنا هنا غلطان مرده ده احتمالات. الله. بجي كلها احتمالات. اوكي. وبناء عليه لازم تقول في بين لما فيه بين. لما المرض ده يتقال عنه بين. الله يكرمكم وكلموا تخصهم. حضرتك بعد البين. كلمة البين دي وقفتني عندي نقطة. انا لسي زوف بين. قوم في الكورس ديوريشان. يا باشي ما هو معلسوالك. لا يا حبيب. ده ممكن يكون كالكوع في رئابتك بالها عشر سنين. والنهاردة بتوجه. بتعرف لو كالكوع في رئابتك بالها عشر سنين. والنهاردة بتوجه. دي كارسينومة. on top of simple nodular gaisers. والنوات العظم. لان الكانسر يوجه. و on top of simple gaisers. البي بين. بتوجه ولا لا. اتنى بس. ما جيش دكتور يتألك. on top curfideration للبين. ما جيش يقول لك طب الاكستنشن بتاعه. طب بيزيد بايه و بيقل بايه. كي حاجات يا جماعة تزود الوجع وتقللوا. مع مع الدجلاتيشن يزيد البين. ولا مع الوقفة ولا مع الكوحة. لازم اعرف عشان اربط طب 5. و اخر نقطة. research. و الرديت البين. خلاص. ايه الفرق الصحيح. مين يا عرف يوم؟ رديت البين. رديت البين. سيند المثومات طبلاي. البرائماري صايت. معايه؟ وبستمع في حصة تانية ليه؟ سيند المثومات طبلاي. دا الرديت البين. الريفيرت كومبليتلي اويت. فروم برايماري صايت. اديني مثلا. رديت البين في الشيس. بيرديت ولت شودر. يبقى شيد. ولت شودر. لي بايه؟ أنجينا. واجع سري سايبو كوندريم. اا؟ وبيجاثره بورنج بيين يبجاتري وبيسمع في ظهره انتسماء دا اسمه ايه؟ بلا ايا هنا زكرتي مين الاول طب ... ريفرد دا ترجع عشان كده لما تواصلت انجاينا عندك انتم خلاصين كلكو كرديو كان يقولك ايه؟ ريفيرد قول رادييتس قوله اي شو ده لما يقولك قول رادييتس اعرف انه ممكن تصله الناحية دي بقى في عايلين عندهم مرارة تشتكفك التهلي مين بقى ايه كمان ريفيرد لا اه ريفيرد يقولك واجع فرقات بيتمع في وزني فيه ناس بتيجي تقولك واجع في وزني بس تدخل في الديفرينسر دياجنوز يطلع من كنسر فيرائي دي جماعة تفهمين؟ قالين ريفيرد رادييتس من ما ضبه قروه كثيرة سمهم بعد كده الحمد لله قربنا نخلص ايه الفورت ده؟ يقولك انفعل على دين وارتري ونار يطلع الماث اللي هجينا المرة اللي جاية دي الماث دي يطلع لو ضغط على ارتري تعمل ايه؟ ضغط على نار ضغط على دين يلا لو ضغط على دين دين دينة وهنا جماعة بقى اضبط احوالك يعني لما جيب للدكتورة المرة اللي جاية قولوه لايبومة هنا في الفور ارض الليبومة بنينت يومه والليبومة ممكن يعمل كومبريشن ده تمش عامل كومبريشن بص ليه السجنة في ايديمة المفوتوليه ايه؟ مفيه؟ طابلات ايديمة يبقى عامل ايديمه. الكلام غلص ليه دكتور؟ أصلها ممكن يبقى عندها ايديمة في الناحية الثانية كمان يبقى إن شاء الله لايبومة اللي تعمل باولاتر الايديمة دي يبقى من الواضح ان الايديمة دي كان لها سيستيميك كوز يا دكتورة شوف يا جماعة لما تلاقي زميلك داخل بيقوله ليبوما عاملة برشار بإيديمة و تدخل انت راته انه دي إيديمة بايلاتران سيستيميك كوز و سألتها قالت لي ان عندها قليت لي ان عندها رينا بروبلم قالت لي ان عندها اي حاجة خلت عندها سيستيميك إيديمة يا بيل ليبوما مش عاملة هنا كمبريشن ولا حاجة ده الإيديمة بايلاتران اخياني طيب ولما جاكو بيشيت من حاجة زي كده اسجلها ازاي؟ عارف لو مكاني عارف لو انا قلت في مكانكو مش حاجة لديمة اصمم ليه؟ افهمك السيستي اللي عندها قديمة في درعاتها لكيوني هسألها سؤال اطلع دي اللي انا عينيه ازاي؟ بص 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 و بص سوري يعرف كوز السؤال انا بواجهك اهو عشان حتى تغلق مش هتغلق هتنشع اللي انا عينيه يا سات ثانتي بص سؤالي يا سات ثانتي يلي عندك تورن في ايديك الاثنين شوف الامارة؟ يعني انا بجاوبها اهو قوليني ايدك والرمض في نفس المكان اللي فيك الكوعة بس هترد تقول لي ايه؟ ما ترده؟ هتقول لي لا يا بيه نو اديمة السوشيت لكن ما يمنعش ان فيه بايلاترة لديمة انا ما سألتهاش على دي شوفت يا جماعة سؤال ايه؟ انا اضبطاه على اللي انا عينيه عندك ورم في يلك بعد ليه ما طلعت ويدك دي با؟ لا انا اقعد احكي انا بقى بايلاترة الوحواتيت ليه؟ هتحكي؟ ايه؟ هو القانون كده يقول لك بص يا ابني ما قول ليه يقدر يحضر الأكريل؟ يا عربي صريقوه تدخل اللي اعبت؟ انا عطاها يقول لك خائفان والله يبيه لو ضغط على الأكريل بتعمل ترافيك اتشينجر انت بتفرح وتقول دايما ايه؟ يا باشا في الشيء صد دكتور يقول لك اسأل كده على ترافيك اتشينجر ايه ترافيك اتشينجر؟ نقول لي ايه؟ الشعر يقع اوه حضرتك اللي ديمت يا شعر؟ اه اللي ديمت يا شعر مليك اه فيه؟ وانت عادة ان شعر يتضفر يعني يا تقريب اوه؟ الضفر بريتل نين؟ مشاقة تابر دي دي جيت نقط الصفك تانية تاس كل ايه اسمها ايه؟ موجودة ولا مش موجودة؟ كيف انا دا دا معرفة؟ حضرتك النار يفضل عدم ذكره يعني ايه؟ يعني اتراش تقول له ودقت على العصب عن للك دي فوربتي وعن لأ تلاقي راجل صبي لحلقة خاصة وقال لي انواعي تمكن تلكب womb الأعصاب يلا ابدأ كده ايه؟ مشاق نقولك بقى ريتيا وعنة وميديا نا؟ يلا ابدأ بالبورثيديو الانترقصيا ناك يلا. يلا. تبني لي. والله يا جمعين عجل انت لما اكشفت ان رتك وانت قاعد بتخضط التقف وتمسل وانت قاعد والله وايه لذا خلق في ليه؟ عشان انت قلت اني نار وانت قلت اني نار بس تبقى عارس انه بيعمل بكل شيء يا حضرات البان خلصت يبقى انا ادخل بعدها على other parts اسأل ايه في other parts؟ اسأل على لبلت واسأل على فهمة الفهمة هي يا ضر اللي عندها يجيب سبب inflammation ولا لا؟ واسأل على لبلت ما دعاش وقتا يوم ما بتشتغل حالة cancer thyroid ما خلاص ببقى فيه متاسم ما مفيش بقى لما كيه بتشتغل في toxic geyser هستبدلنك الفهمة ديه toxic symptom ديب عندك toxic وعندك متاساتك وعندك pressure symptom بتاعك يالله اتقل على الكلاتة دونوا وصلّعوا لنتائج يا جماعة كده وخطباتكو لما صلّعوا نتيجة لا تنسى صلّعوا نتيجة لاش العقل يستقفدها يعني فيه طلبائين حضرتك there is no metastatic symptom الله يقال ايه لك يا ابني except in عنده shift pain except in عنده يعني عنده there is no inflammatory symptoms except in عنده fever من خربية البرد اللي جاله الصبح خلّكت بوزنا الدنيا and there is no pressure symptoms in fear يقولي يا ابني انت طلعتين الواد عنده متاساتك على pressure على insulamide هو تشخيصك ايه يا ابني ترد بمنتهى البلاصة كيه والله يا جماعة حضرتك قلولنا التشخيص مش مهم السلاسة كأنك رأيت مية ساعة يقولك آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ انت بتزلك عنه كمانا يعني جيل النفاتك انت بتدمره ايه دا ايه دا ايه يا ردود يا جماعة نعم حالتك ايه جويتر البقاء لله يا الجويتر دا ربنا يحفظنا يعني مرض مش كده ايه نوعه حضرتك toxic وده جلس قوي سرق كده خيلس يا جد نوعه ايه برايمار هو عليه فبيلة كده ما تقول برايمار توكسك جويتر خلينا نسألك الكلمتين ونروح يا حول الله يا رب هنا ببدأ بالسهنة في فرهينك مالية أنوريسك مع الإنسلميشان يا جماعة يا جماعة انت لو شكتوا المرضة بوكت دا نفسك عالك شايت برد صبقت معك إنسلميشان والليب لب لنزبون لبر بري يا مالية اللونك نسع عليه فلانك نمتل عليه إذا كلام تفل هموط شيس بين ديزنيا حضرتك عندك واجعة في التدرك كده وكرشة نفت وبتكوح دم سعيسة عوالة لاب وإنا طبعا مهم جدا من دكتوريسكو سؤال كلهم عارفين إيجابكم بس عادي بسمعه مش النهار ده يوم القوانين إيه الفرق يا ابني مابين هموطر وهمة متر يعني صرافه أول نقطة أول نقطة بجد من الشزار أول نقطة هسر وبتشاف تلزيل هسر وبجيء بجد دي أهم نقطة والله يا أهم نقطة ليه؟ عضراتكم وانتوا في الاستقبال والحوادث بيتبوا قاعدين كده الدنيا هادية وجميلة ونستنى طبعا كلنا تيجي حاسة عشان نشتهد المحاضر يعني مش جايل من ده بلاينا كما كنا نقعد على الكاف الشوب ونقولك كلمتين برضى صحنا أنا غلطاني بسعيت على حضرتك قاعد مستنى الحاسة وايه وايه افترض تيجي الايه؟ ايه العراضية ودلت بقى على المنظر والله يا جماعة داخلت الاعيال المطفي ممكن ان توفتش غيره بس ليه كاربتا؟ يعني تيجي اوه 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 لا كده تبصت لقى راجل مليان ده والله يا جماعة الحاسة كلادي ثمانت واقف الاسعاب كلنا خارجين برا طبعا انت اكتش منك تجوات لحظة كله ثابت يا أولاد اللبين وبعدين وتلقى شايلين العيان فتشت كده جبلو فتشت بالد عفين فتشت كده اه وقاعد كده الراجل مربع كده وقاعد كده اوه 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 ده من كله مغرقه وانت هوه بتتفرج عليه ده اوه كلمة هتتسألها هو فيه اهلو بقى قلولك بقى ده تشت طرابل ولا ده عنده دوالك المريه ولا اوتوبيت ضرب راته ايه اللي عنده مانا جانتي مسمع هسر يا جماعة شوف لما تلاقي اهل اللي عنده خلين يقولك ايه ما نعرفش مش هم حكومة بيعرفوا كل حاجة ايه عرف هو ايه عرف هو ايه انا جاي من بيتكو اما انت غريب قوي وياخي ساة هللي يا جاي فاهمين يا جماعة والله ايه وفيه واحد ايه انه بيتهم كده يقولك يا دكتور تعالى يا دكتور واتعليم ان انا اتقابت عليه يا جاي تعالى يا دكتور انا اقول له هدريب ده قد رطب اخويا ده خويا وعنده لموظف سرطان في الرئة وبيكح دمه وانا خوت عادتك كتا وش بوشة كده انا خوت عندي او بنت بيه عيلة مش مظلوطة ايه بحنوى ايه وبي نيها علي kg مهكلة لازم اتمع هسربة بعد كده يقولك يا دكتورة Pionez ايه مهكلة مهكلة هنا طعام يا جماعة لما بيعضي اهو كاي واع 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 يجيد دم يمجداء وباها دائما يقولك اليمتز واح 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 هو البص لكن الثاني بقى ايه لصيف بنعم واع واع عشان كي يا جماعة إذا كان قوح يختلف عن قوح والتشكيل مهم عشان الثلزق يعني ألاقي وراء كده بطر مع الناس التشكيل مهم يعني دكتوري قوله وحضرتك ده قوح وده قوح نا طبعاً هيوديك النهار بتاعيسها لكن أنا ما عارف إن عيامنا كده في أيام يا جماعة جيبك ومسوز خلاص سلل نفس وبناء عليه يوماضي لك تشوف درجة غيرها والدرجة دي أنا حضرتك تغفص على البوميتز نفسك شوف ذي منها دي قالت بيوتر موجودة بيوتر مولا لا فعلا إن يا جماعة تتسرج على البوميتز بس ما شاء الله فيه بوميتز إيدا بالعنك بيرجع فين يا جماعة هاتيرالي كاسم العربين الله يقراتكو يا بعد ومطروف ليني أنا شوف أهلي تتسرفوا عليهم دي عشان أبقى دبتوا عشان أتترج على بوميتز بالي آدم وصل لعمله الديجنوزز شيء مؤرف صح؟ ما علينا؟ المهمة حدودك بتطلط عليه وهنا تقول في لون أخضر موجود يا جماعة سراء الأخضر ده إيه؟ سبيوتر ما أحدش يعرف أرجوك الناس يوح وحسوه وتقيم ما بيوصل لنا الكلام بلاك وهنا وانت بتشوفه لازم تتألها إيه سبت الأخضر ده؟ يا جماعة ما ممكن يكون سبيوتر وممكن يكون أكل يمكن أكل حاجة فيها أخضر أكيد أي حاجة غير بلسيم يعني صح اللي أنا قبلها أنت بتفكر إيه اللي أخضر؟ مهميني؟ هيكل برسيل؟ ما عليهم فيوك كتب علمية بتقول إن عصير البرسيل من الحاجات المغزية جده ما عرفش أريته ده ولا لأ؟ نعم أنا ما تميت حد على وقت واحدة بسميت؟ اوه من الواضح إن الشعبياته انتجرت عموما مش مهمن لما تجيت يسمع والله يا جماعة تفكر تيجي السكتة تقولت أنا أحسيي لك يا بيت تعالي أحسيي لو ليه يمسي إيه اللي جرب؟ والله يا بيه إحنا كنا عاديين من الغتا والآت وصلت لبلولات وهو اللي قدامي دلوقتي صح اللي أنا غلطان يا جماعة والله أنا مدعوة دي حقاق يا جماعة الستات عندها قدرة تخلي جوزها يعمل بومتينج إلي طايم مش بعضها مش هقول دربوها بعد الشر طبعا بس ايه اتماع عنها كويه ترياد والله تلاقي جوزها يعاني طالعينه في الشغل وقعد قدامها كده وهي على الأكل كده والله ثلاث حاجات اطفح ادي واحد هو ترياد مضبوط اطفح 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 ادي واحد عايزة جمعية اثنين الواجهة بكحكة ان ما رجعش دل مفيش انا ايه ترياد المرعب ده وبناء عليها جماعة تقول لك اطفحات جاعة دكتور الوليئاس اللي يوقفين قدرت السلامة المهم الوليئاس يعاني بخير الله عشان كده يا جماعة يقولك بريتيجت بايه فلوط بايه طبعا مين عاملينة اكيد يا ماتينيس يا دكتور يا جماعة يبقى 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 نقول بن بن ايه سال بط�� وانخط موضوع الشيء ساء ذبقي لك اسأللي عبدالله على بطولوجيا فراكشار انا دوبتوا انا اتقللي عندك بطولوجياine فراكشار الا لا ايه تعريق بطولوجيا فراكشار الموجود ما عندك ايه تعريق والاكي يقول كده الملتبل تروما يبقى لابن ملتبل ومينور يبقى ملتبل مينور تروما انا مجاوه والكلام ده عبدونالد في المسآخر ملتبل مينور تروما وبعدين حرفك اكتشفت راريفاكشن في البون انت ادسكافر ده اكسيدينتج بالصصة كمان يعني ايه بالصصة ممكن يبقى عند العظم هاش وعملت بالصصة X-ray لقيته O ليه؟ ياسه ايه حاجة بعمل X-ray لجسم قالولي عندك ديس بعمل X-ray قالولي يلحظ عندك راريفايت بون روح عامل فون سكان لحتى ان يكون عندك آآ باستولوجيكال فراكشور طب انا بالعربي اتألولي ما عليش بقى ملا مؤلم زي يعني اسأل بالعربي كده بالظبط يعني عطو الظبط يعمل حاجتي باي صدفة عملت اشياء على جسمك قالوا لك عظمك هش وبعتوك لبعه دورام قالوا لك ممروك دالك سرطان بعد الشر يا دكتور خلت اخرج يبا مفيش باستولوجيكال فراكشور باستولوجيكال فراكشور مجرمين او ترومج جماع ملتبل فراكشور رارفايت بوش تقفر داخشة انتري تعاريك الباتولوجيكال فراكشور كذا هاكذا طيب لندبون لبر نظه عليين بين ترائيس هيبو كوندريم أن جوندل بين ترائيس هيبو كوندريم كده كلام ما ضموك نظه عليين بين بلور ايكون صف نختم كلامنا بسمال فاضي هستري جالك اللي جالك ده وخفيت منه ورجع لك تاني بتاخد اي ادواء عندك اي امراض واختام كلامنا فاميلي هستري وطبعا ده ممكن يكون بوزيطيب مع حالات زي حالات البرت صحا أنا برطان ممكن يكون بوزيطيب زي الويتمث ان كانت هو عنده دواج بس ابوه كان عنده فاتفة وابنه عنده فلاد فون يبقى ده بوزيطيب فاميلي هستري يعني مش شرطي نفسي ايه نفس المرض يا جماعة انا قاسف انا رغاي جدا جدا بس بعد كده هنبقى لوكالايد التحدوثة واحدة ده لو بصيت للشيط بتاعي هنقول خمس حاجات يا جماعة اي شيء خمس حاجات قد واحد حضرتك بينز قد اتنين فان لبلت فهن صبق الخامسة دور بالزبط معين قد واحد حبيل فان لبلت فهمة كده بقامتة قفلت الحدوثة احنا كده ان شاء الله خلصنا تشيط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة